العودة والحديثة أكثر عن موضوع تكلفة سيد الكاظمي ينضم معنا مباشرة عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة سيد رحيم العبودي مرحبا بك سيد رحيم ترجحت بتمرير حكومة الكاظمي سريعا ما شكل هذه الحكومة؟ هل ستكون حكومة أحزاب كما كانت سابقاتها تفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وجمهور قناتكم الحقيقة هذه الحكومة ستختلف لونا وطعما ورائحا عن سابقاتها كون أن الأزمة كبيرة والاحتباس والانسداد السياسي كان أشبه بالمنغلق في خضمه وفي احترابه اليوم هذا المنعطف الكبير والانفراج التي كانت بسبب الحراك الذي قام به سماحة الحكيم وكان له الدور الأكبر في إنشاء هذا التوافق الذي نعتبره نحن في الحكمة نعطافة كبيرة كون أن هذا التعاطي مع المكلف اختلف تماما عن السابقين وعن كذلك المرشحين للحكومات السابقة حيث هذا القرار العراقي الذي تميز عن القرارات السابقة وعن خروجه عن الضغوطات الخارجية بشكل واضح جدا وكذلك الاتلاف الكبير من الكتل السياسية أن المعظم هو مساند لسيد الكاظمي أنه سوف يكون معضدا لهذه الحكومة وهذه كلها من العوامل المساعدة على قيام حكومة ذات نوعية مختلفة نحن اليوم بأمس الحاجة لأنه يكون هناك تعاون من الجميع تعاطي مع المرحلة بواقعها وقراءتها قراءة صحيحة سياسيا وكذلك معنويا أن الشعب العراقي شعب أصبح اليوم منهك تحت هذه الجائحة وكذلك اليوم الوضع الاقتصادي هو وضع غير مطمئن الحالة الاجتماعية بدأت واضحة أن هناك توتر كبير في المجتمع يجب العمل على أن يكون هناك تعاطي صحيح وقرار سياسي غير متقوقع منفتح له أبعاد ومخرجات حقيقية لتلمسها المواطن العراقي سيد رحيم ذكرت أن الكتل السياسية كان ساندة السيد الكاظمي طيب هذه الكتلة التي أعلنت دعمها للكاظمي هل ستقبل بحكومة يختارها سيد الكاظمي خاصة أن نواب عن الكرد مثلا أعلنوا صراحة أنهم سيختارون وزراءهم وليس الكاظمي السيد الكاظمي نحن حصلناه منذ البدء بأنه سوف يكون هو اللاعب الأول في هذه الخارطة السياسية اليوم هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على أن تعبر بالشعب العراقي لبر الأمان نحن في ظل ظروف لا تقبل القسمة على اثنين هي منعطف خطير ويجب أن لا ننزلق به تجاه المصالح الفئوية والحزبية يجب أن تكون المصطحة العليا للعراقيين والعراق هي الأمضى والأوفى ويجب أن يكون هذا النكران الذات والابتعاد عن الأنى السياسية نعم قد يكون هنا أو هناك بعض السياسيين في هذه الحكومة ولكن لأنه لا يمكن تعلمون جيدا لا يمكن الخروج بحكومة ما لم يكن هناك توافق وإجماع متكامل من الجميع لأن قبة البرنامان هي من تحكم الموافقة والقبول على الوزراء لكن نحن نقول أن الحكمة أعطت الضوء الأخضر لسيد الكاظمي أن يختار ما يشاء من المستقلين المتحذبين ولكن بشرطها وشروطها أن يكون قادر وكفوع ومن ضمن الوزارات أنه يكون مهني مئة بالمئة لذلك سنرى اليوم أسماء ليست بعيدة عن محيط وزاراتها سوف نرى أسماء لها مقبولية عالية ضمن الواقع المجتمع العراقي إذن نحن نقاب قوسين أو أدنى من حكومة سوف يكون لها معايير مختلفة قريبة من توصيات المرجعية قريبة من مطامح الجماهير سوف تعمل كما نأمل منها على أن تحبر بنا إلى بر الأمان ذكرت سيد رحيم أن الحكمة أعطت الضوء الأخضر باختيار سيد الكاظمي أن يختار وزراءه كما وضعتم الشروط يكونوا ضمن المسؤولية والنزاهة والكفاءة لكن الكرد مصرين على أنه يكون الوزراء هم من يختارهم هذه ستخضع لنقاشات وحوارات لا نستطيع أن نجبر أحدا على تبني متبنياتنا ولكن نقول الوضع لا يتحمل الضغوطات السياسية التي سبق وأن أفشلت العملية السياسية وأفشلت الحوارات التي هي تصب في مصلحة العراقيين يجب أن يوم أن نعمل بشكل واضح وجلي على تمضية المخرجات بشكلها الحقيقي لا أن تكون هناك انسدادات تطيح بهذه العملية السياسية طيب سيد رحيم هناك من يخشى أن يكون دعم أغلب الكتل للكاظمي أنه جاء بعد تأكدهم من عدم المساس بمصالح تجربة محمد علاوي وأيضا تجربة السيد الزرفي ليست ببعيدة عندما هاجموهم بسبب عدم التعاطي مع طلباتهم وشروطهم أبدا الجميع كان على علم بأن السيد الكاظمي وهو اشترط أيضا أن يكون له حرية كافية في اختيار كابينة الوزارية تعلمون جيدا أن الترشيح لهذه الشخصية جاء لعدة مرات والرجل كاد أن ينسحب في اللحظات الأخيرة لو لا الضغوطات التي مرست عليه لأن العملية لا تحتمل أن يكون هناك مأزق كبير كما تعلمون العراق في ظل ظروف ومواجهة وتحديات كبيرة جدا يجب على الجميع أن يتعامل معها بحركة سياسية وقرار سياسي عالي شغل اللي يميز السيد الكاظمي عن المرشحين الآخرين أنتم في تيار الحكمة على ماذا استندتم دعمكم إلى أولا أن الشخصية يجب أن تكون بهذه المواصفات لها معرفة بالكتل والأحزاب والعملية السياسية بمجملها عاصرتها ولكنها بعيدة عن الأحزاب قادرة على أن تمسك بزمام الأمور بقوة وحكمة وتعلمون جيدا أن جهاز المخابرات من أكبر الأجهزة الأمنية في العراق وهو إداريا نجح فيه منذ عام 2016 تحت هذه اللحظة إذن نحن أمام شخصية قادرة على الإدارة قادرة على التصدي قادرة على أن تكون لاعب مع الكتل السياسية بأريحية كاملة نحن نتأمل من أن يكون السيد الكاظمي على مستوى هذه المرحلة لأنها مستوى التحديات لا يمكن القبول بحلول ترقيعية يجب أن تكون حلوله ناجعة وفيها سمة التخطيط وفيها سمة الاستشارة والاستيضاح من جميع القادرين على إعطاء المعلومة اليوم هذه العملية يجب أن تسري وتعمل على أن تكون جامعة للطيف العراقي وتمضي به بسلاسة لبر الأمان العمل يجب أن يكون مجتمعا وأن يكون السيد الكاظمي قادرا على أن يمسك بزمام الأمور بوسطية عالية تعلمنا جيدا أن سياسة المحاور إذا اللاعب الخارجي هي خطرة جدا أمام مصالح العراق فكيف إذا كان هناك ميول لهذه الشخصية كان الكاظمي هو من الشخصيات المقبولة لدى الطرفين لدى المحورين لذلك نحن أقدمنا على هذه الشخصية لأننا نعلم جيدا أنها قادرة وأنها ستعمل وفق مصطحة العراق طيب يوم أمس تحدث الكاظمي عن نقاط مهمة لكنها قد تكون مجرد أمنيات منها حصر السلاح بيد الدولة هل الكاظمي قادر على سحب السلاح من الفصائل المسلحة هل سيكون أمام تحدي كبير أمام الفصائل المسلحة الدول الجيمقراطية لا تعمل بالشخصة ولا بالشخص تعمل بالقوانين سوف يكون الكاظمي قادرا على أن يحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها في حال لو أعاد هيبة الدولة أعاد هيبة القانون كل هذه الأمور مناطبه في حال عمل بشكل مؤسساتي نحن منذ انطلاق الحكمة وسماحة الحكيم ينظر لأن هناك يجب أن تكون هناك عملية انسجام للعمل المؤسساتي في هذه الدولة يجب أن يكون هناك عمل فيه خطط خمس سنوات عشر سنوات لا يمكن في يوم وليلة أن نطبق ونحصر السلاح بيد الدولة ما لم يكن هناك آلية تستخدم لهذا الموضوع عملية انضاج لقرارات حقيقية تكون تلامس الواقع هي من في النتيجة سوف تخرج هؤلاء من قواقعهم وتجعلهم أمام القانون أما أن يكونوا مع الدولة أو يكونوا مع اللا دولة نعم وأيضا أشار أنه سيادة البلد وهيبة الدولة خط أحمر هل الكاظمي قادر على تحويل ذلك إلى واقع وأن يقول لدول معروفة بتوغيرها في العراق أن السيادة خط أحمر مثل أكبر دولتين ممكن يتوغل بالعراق السيد الكاظمي يستمد هذه الحالة من الوضع السياسي تعلمون جيدا لم يكن أي من المكلفين بهذا التواجد للقيادات السياسية في يوم تكليفه حضرت جميع وكانت جميع متفائلا وقد أمضى ووقع بالخط الأحمر على أنه موافق وبالعشرة اليوم لا يمكن التنصل من هذه المسؤولية المسؤولية تضامنية هذا الإجماع يجب أن نعطيه هذا الوهج الذي اليوم اختلف تماما عن الممارسات السابقة اليوم نحن أمام ممارسة ديمقراطية عملية سياسية ناضجة قرار سياسي معتد به حتى الذين في الخارج احترموه وأبدوا تضامنهم مع العراق إذن على الجميع أن يحترم هذه الدولة وعلى سيد الكاظمي أن يعضد نفسه بالقرار السياسي من خلال التحاور والتشاور مع الكبار مع السياسيين بقدرة الذي يملك القوة الحقيقية من خلال الشارع نعم رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة كنت معنا شكرا جزيلا لك